اشتركوا في القناة دائماً كنجيب منتوج لأول مرة سوف نجربوا في القناة او اللي سوف نجربوا مع راسي كي يجيني واحد النوع ديال الخوف او رهبة واحد شوية الشعور في شيش كل ما سوف نعرف كيف نوصفه لكم هذا النهار كذلك جربت واحد المنتوج لأول مرة في حياتي سوف نجرب منتوج من هذه الشركة وهو ريلمي سي خمسة وخمسين سوف نتعرفوا عليه ان شاء الله من بعد وانضر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم ومباركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسانين إلى يوم الدين ورحبا بكم فيديو جديد على قناة فري انبوكسين معكم محمد للشاشة في هذا الفيديو سوف نقوم بمراجعة هاتف ريلمي سي خمسة وخمسين وهذه هي أول تجربة لصراحة مع شركة ريلمي أول مرة سوف نجرب شهاتي من شركة ريلمي وكيف ما قلت لكم فلانترو صراحة شعور في شيش كل فليهذا إذا كنت أول مرة تشاهد واحد من الفيديوهات لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس كذلك وكيف يصلك جديد ريلم في انستغرام تيك توك في تيك توك ريلم في فيسبوك وهذه تلقاوه فيديو قصير في السوشال ميديا القرآن كذلك هذا النهار سوف ندروا بالتفصيل المو ميل على هذا الهاتف لكي يتميز لماذا يريدكم تشريوه وهذا الشيء اللي سوف نعرفه في هذا الفيديو أول حاجة اللي نبدأ بها هي الديزاين وحتى أكون صارح معكم الديزاين من الأشياء اللي خلاوني نجيب هاد الهاتف ونجعله المراجعة بكل بساطة لأن الديزاين تر انتباه دياري وكذلك لم يرى ديزاين بحال هذا وصيرته من الخلف حيث كما تشوفوا أمامكم يأتي الخلفية من البلاستيك فيها بحال واحد شراطي كيف ينبخشب بحال شي حاجة فان تلقاوه غير المادة اللي مصوب منها الظهر ديال الهاتف لاحظوا تواجد اللوغو الريلمي في الأسفل وبروز الكاميرات في الأعلى بهذا الشكل اللي كتشوفوه أمامكم الديزاين ديال الكاميرا أثار انتباه ديالي سوف نحضروا عليه إن شاء الله فاش سوف نوصلوا بالضبط من جناب كاللقاوه بأنه مصوب من الأليمنيوم في الجانب الأيمن سوف تلقاو مستشعر البصمة وكذلك زر رفع وخفض الصوت منفذ شريحتين سيم وكذلك منفذ كارد ميموار إلا بغيت تدير ميموري كارد ديالك باش تزيد تستاندي الهاتف ديالك من الأسفل والحاجة اللي تهي عجبتني في هذا الهاتف هذا حتش ما بقيناش ميكرو جاك ثلاثة فاصلة خمسة كذلك مدخل شحن تايب سي منفذ المايكروفون وكذلك منفذ السماعة اللي تكون تعرفوا الإخوان فهذا الهاتف هذا فقط يجينا بصوت مونو وماشي ستاريو حيث هش الفئة السعرية لهذا الهاتف هذا ما تسمحش ليه أنه يكون ستاريو بين سير غادين هدروا على ثمان ديال هاد الهاتف في الآخر ديال فيديو فصراحة طبع ديالي الأول هاتف صراحة اللي عجبني بزرد من ناحية الديزاين كذلك عجبني من ناحية واحد الحاجة اللي عنده في سكرين او اللي عنده في لايكرون غادي نضروع لي هاتف غادي نوصلو ليها ثالث حاجة لأنه هو أول هاتف من ريلمي كنجربو وهذا من بعد ما انتهينا من الديزاين الآن غادي ندوزول سبكس وغادي نشوفوا المواصفة ديال هاتف هذا باش كي يتميز وباش كي يجينا المعالج ديال هاتف هذا هي якіجي حيليو يعطي إبياتي MICHAEL jack88 دائما ما هيجي في الفئة المتوسطة يعني البداية ديالة البها المتوسطة و أحسن ما كينا في الفئة الاقتصادية حينك هذا الهاتف هذا نقدر نعتبره أحسن ما كينا في الفئة الاقتصادية وكذلك البيداية ديالة الفئة المتوسطة أو لذلك الشي اللي تقدر تلقاه في هواتف مزيانين في هذا الهاتف هذا ولكن لي صراحة انتهر الاعجاب ديالك كذلك تشاهد الهاتف صراحة نجبته يحتاج اثار الاعجاب فيه 8 جيجا دي الله رام زائد 256 جيجا في ستوكاج كانت دي فرسيون اخرين ما عرفوا ايش كانت في المغرب او لا لا هذا الشيء اللي قرأت عليهم كانت لما كانت 628 و كانت 828 هذا فيه 8256 جيجا في ستوكاج زائد واحدة واحدة اخرى اللي غاديات عجب بزاف دي الناس اللي هي رام اكستنشن ما هي الرام اكستنشن؟ هذا فيه 8 جيجا في الرام تقدر توصله حتى 16 جيجا دي الله رام ما عليك فقط الا الدخل للرام اكستنشن وتزيد 4 او 6 او 8 جيجا دي الله رام على حسب الاحتياجات ديالك وغادي تنفع بزاف الناس اللي كي يخدمو شوية بالتليفون كي يتقلو عليه شوية بحال الناس كي يديرو تكا لزابليكاسيون وضموطاج شوية ديال لزابليكاسيون بزاف كي يلعبوه لونك هذي تقدر تكون حاجة مزيانة بالنسبة لكم كيفما قلت لكم ان هذا الهاتف يأتي فقط مونو ماشي ستيريو ولكن صراحة فيه الصوت مقبول جدا ستسمع ذلك مزيان ماشي بحال ستيريو ستسمع ذلك مزيان ولكن ماشي بحال ستيريو كذلك يمكنك تخدم ميكرو جاك 3.5 بحال ستسمع بليزي كوتور كلاسيك وبيان سيوري لكن عندك ديزي كوتور بلوتوت يمكنك تخدم بهم عادي حيث شفيه بلوتوت 5.9 بالنسبة لبطارية في هذي الهاتف هدف فكي يجيب ساعة بطارية ديال 5000 ميلي امبير والشاحن 33 واط اللي غديش حلك الهاتف ديالك في ظرف ساعة وثلاثة دقايق ساعة دلما قانا ساعة وجود دقايق شعجب حلقة المهم ساعة ساعة دلما قانا لكن ان الهاتف غديكون مشحون مئة بالمئة بما اننا هضرنا هضرنا على الشاحن فكيف ما قلت لكم فاش كتدير الشارجور اللي كي يجيك مع هذا الهاتف هذا في الكارتونة اوتوماتيك ممكن يقراه الهاتف على اساس الشارجور اوريجينال والجميل في الامر ان هذا هو اول هاتف كي يجي بالديناميك ايلند ديال اندرويد يمكننا نسميه ديناميك ايلند كتسميها ريلمي ميني كابسول لحد الان ما زالك تسيبورتي غير هاد القادية ديال الشارجور فاش كيف ما كنشوفو امامكم كتدير الشارجور كتطلع لي كدك القادية ديال ان انه يشحن من بعد على حسب ما قالوا ريلمي انهم مع الميزاجور الجايين غادي يزيدوا يديروا في حواج خورين الى اطلق كنتي تطلق شي موسيقا كنتي تطلق شي حاجة بان سير مع الميزاجور كل شي غادي يوصلوا هاد الشيهات احنا ما زالين كنسين للميزاجور الشاشة في هاتف ريلمي سي خمسة وخمسين اي بي اس ال سي دي ستباط الى اثنين وسبعين بوث بدقة فول اتش دي وكتجي بتردد تسعين هرز صراحة هاد الشاشة هدي جيدة بالنسبة للناس اللي غادي يلعبوه او اللي غادي يتفرجوا في يوتيوب قادية الغرض كذلك مع الثامن اللي فيه وكذلك هاد الشاشة غادي تمتعك كتر الى اكتيفيتي تسعين هرز ما خدمتيش بستين بقيت يخدم بيها تسعين وما غاديش تحتاج انك تبقى تفكر انك تبدل التليفون من العام لعام ولا شي حاجة حيش كيف ما كنقوله تسعين هرز صراحة هي ما بين مية عشرين وما بين ستين وكذلك غاديت تكون كتتخدم بيها تفرج بيها كذلك تلعب بها الالعاب ما غاديش تحس يعني بشي فرق كبير بينها ومن الاموليد إلا لك انتي قبل مولف بالاموليد فما كينش واحد اللي كيف ما كنقوله كيكون كيكون في واحد لا تكنولوجيا وكيرجع دائما الناس كيديفلوب بيه وماشي غادي تكون تخدم بالاموليد وترجع تشري اي بي اس هاده اما الناس اللي مولفين بشاشة اي بي اس هاده فهذا الشاشة هاده غادي تعجبهم بزي بالنسبة للكاميرات في هذه الهاتف هاده فالكاميرا الرئيسية كالجينة بدقة 64 ميجا بيكسل صراحة كاميرا مقبولة تقدر تصور بها الصور ديالك الفيديو ديالك وكذلك فيها الفيديو فول اتش دي ما فيها شكات كا هاد الشي هذا راجع للبروسيسور اللي في هذه الهاتف هاده كاميرا تناوية فيها دو ميجا بيكسل زوم ديال هاد الهاتف هاده فيها فقط زوم ديجيطال لكي يوصل ل x10 الكاميرا الامامية كاميرا متواضعة 8 ميجا بيكسل يمكنك تستعن بها ايلا بغيت تاخد سيلفيات عاديين او لا تصور تفتم الاصدقاء ديالك وكما تقدر تعول عليها باش تعطيك نتائج مبهرة كيف مما كتتوقعهم في راسك اما بالنسبة للسوفتوير ديال الكاميرا فهاتف ريلمي صراحة تان انتباه ديالي بواحد المود اللي قد نخليكم تكتشفوه ان شاء الله الراسكم لكي تسمى ستريت كي يعطيك تخدم بليز اوبجيكتيف مثلا كي يعطيك 24 ميليمتر 50 ميليمتر 120 ميليمتر كتح سبراتك انك تخدم بكاميرا ماشي بهاتف واكترية فاش كتدير المود برو كيني بزاف ديال الحواج اللي قدي تكتشفوه ان شاء الله في هذا الهاتف مزيان بالنسبة للالوان في هذا الهاتف فهذا الهاتف كي توفر على جوج ديال الالوان اللون الاول هو هذا اللي كتشوفو قدامكم تسمى ريني نايت واللون الثاني هو واحد اللون صفر شوية صراحة انا عجبني هذا اللون هذا سامبل بالنسبة لتجربة الالعاب فهذا الهاتف هذا صراحة اللعبت به جربته ما اعطانيش صراحة شي باق ولا شي حشاف شي لعبه لعبت به باب جي موبايل كي يخدم الاعدادات على الاولترا ما كانش اكستريم و ما كانش سعين فريم يعني كي يلعب مزيان باب جي 48 اف باي اس وبنسبة للالعاب الاخرى ما غديش لقاوه حتى شي مشكيل حيتاش الشوتر ديمز هما اللي غادي كي يكون داك المشكيل يشتوي هذا الفرق للأف باي اس بالنسبة للتمن ديال هاد الهاتف هذا فهذا الهاتف هذا رسميا كي يتباع في المغرب ب الفين و مية درهم كي اردو عليكم درهم اما الفين و تسع و تسعين درهم اما الفيرسين و اخرين كيف مما قلت لكم انا ما بتأكد شواش كي ينين في المغرب ولا لا ديال 628 ولا 828 فالرأيي الشخصي ديالي صراحة حول هاد الهاتف هادا واش خس كون تشريوه واش مخس كون تشريوه واش مخس كون شريوه و هاد الهاتف ستسمعوا امزيه بالنسبة للناس اللي عندهم بيجي ديال الفين درهم ما فيها بس تزيد مية درهم تدخل في الفئة المتوسطة و تكون فيها فان ديال الفئة الاقتصادية باش تاخد احسن هاتف الفئة الاقتصادية و البداية ديال الفئة المتوسطة كيف ما قلت لكم علاش حيتاش فيه شي حوايج اللي كي خليوك تلمس الفئة المتوسطة منهم الشارجر يعني الفاست شارجين 33 واط منهم تقنيات الجديدة بحال هاد الميني كابسول الى التطورات بين السور مع الوقت 8 جيجا في الرام اكستاندد حتى 16 والاهم من هذا كله هو 256 ويمكنك تزيد حتى كارت ميموار لك توصل لواحد طائرة هادو من اللي حوايج اللي صراحة انا شخصيا خلاوني خلاوني نفكر مثلا انا الي كنت قد ناخد هاتف في هذا الرينج هذا قد ناخد هاتف اما الي كنت متلا واحد الشخص اللي كيفكر ياخد هاتف على ود الكاميرا هذا الهاتف هذا ليس بسيء لاش حيتاش كيف ما قد لكم هاتف من الفئة الاقتصادية ولكن النهاية للفئة الاقتصادية والبداية للفئة المتوسطة ما غاديش يعطيك ذاك شي اللي انت هيك تتوقعه غادي اعطيك تجريبة جميلة هذا 64 ميجا بيكسل الناس اللي كي يهتمون لحجم دي الصورة بينسور خسكم حتى تاكتيفي و 64 ميجا بيكسل والاكتيفي تاكتيفي و 64 ميجا بيكسل فالتصويرك تتخذ شوية دلاس باسل و بينسور الناس ديال الفيديو ما فيه هشكات كافية فقط فل اشتي 60 اف بي اس الناس ديال الالعاب الى ما كنتش اشكة تهتم بزاف بدك الالعاب التقيلة كيف ما كنقوله بحل او لا مثلا شي ما عرفش انت يا جنو كاتلعب فا اه اذا كنت كيف ما قلت لكم بحد الالعاب هدو فالهاتف غايعاني معك شوية وتقدر تعطي شوية دلعصاف بالمسبة لالالعاب كان هذا هو الرأي ديالي الشخصي كيف ما قلت لكم كروم زيان كنسين تعالق ديالكم الى كان عندكم اي سؤال تقدروا تطرحوا عليها سنكون سعيد جدا باش نجاوبكم على الاسئلة ديالكم كاملين كذلك الى كان شي حاجة لمستعجلة يمكن لكم توصلوا معايا عبر انستغرام سنكون سعيد جدا كذلك باش نجاوبكم كان معكم محمد العشاج من القناة free unboxing ما تنساش صديقي صديقاتي ما تبخلش علي بزير اللايك لاعج بكل محتوى ببرتاجي الفيديو مع اصحابك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس باش يوصلك جديد peace اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة